السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وآل محمد اليوم عندنا قصة هذه من الريف الأصيل الريف الطيب شاب في إحدى القرى هذا الشاب حب فتاة من قريتهم وهي أيضا حبته إلى حد العشق وصارت القسمة خطبها وأهلها وافقوا وتزوجها لكن بعد زواجه بدأت بعد فترة بدأت تشكيل زوجته من أمه أمه كانت لحوحة جدا لحوحة عليها تلح عليها بأعمال المنزل بكثير أمور وهذه زوجته كانت تشتغل ومو كسولة ولكن أمه لجوجه وتلح كثرة عليها ما حلبتي ما كنستي ما نظفتي ما عدلتي لفراش ما سويت فلانشي تلح عليها متريها تقعد ولا لحظة كانت ما تجاوب هنايا فقط ايه نعم ايه صار ايه نعم لكن كانت تشكي إلى زوجها مني جي زوجها من الشغل طبعا يشتغلون بالفلاحة مني جي زوجها من الشغل كانت تشكي لي تقول لي يا زوجي العزيز والله العظيم ثرأ أمك تلح علي وأذتني حيل وأني تعبت وفعلا زوجها بدي يتكلم ويا أمه يحاول يعني يخلي أمه تخف عليها أمه كانت تجاوبة غير جواب تقول لا خليها تشتغل ولا ماذا تشتغل صحيح ما تشتغل زيان وكذا ما كوا أي فائدة من الكلام وياهم أخر شيء يوم من الأيام وهم جالسين في غرفتهم وبدأت تتكلم ويا زوجي قالت لا يا فلان والله ثرأ أنا تعبت وأني مليت من هاي العيشة وأمك حيل يعني مأذيتني وأنت لتشوف النوبات قدامك قالها والله صحيح لكن مهما تكون هي أمي أنا ما أقدر أرفع صوتي عليها قابل أضربها قالت لا أنا ما أقول لك أضربها ولا أقول لك أرفع صوتك عليها لكن أمامنا حل واحد قالها وهو قل ليلي قالت لي نرحل من أهلك قالهم وإحنا إذا رحلنا بعد ما يستقبلوني مرة ثانية وما أقدر أتجع عليهم قالت لي إحنا نرحل هو الله كريم زوجها بقى الليل كل يدارس وي زوجته ويتفاهمون وين يرحون وشلون إلى أن باليوم الثاني طبعا الأرياف كلها ينامون من وقت ينامون مبكر باليوم الثاني بالليل بعد ما ناموا أهلك كلهم أخذ زوجته وأخذ متاعه هي كانت عادة العدة وأخذ بعض الشغلات البسيطة خلوها أجل لكم الله على الدواب ورحلوا صبح الصبح هم واصلين في قرية أو سلف يسمونه غريب عنهم مسأفة بعيدة فزوجته قالت له يا فلان لن ندخل داخل السلف داخل القرية هذه طبعا وكان في وقتها القرى هذه الأرياف كلها يأما بناء منطين يأما خيم خيم شعر يسمونها بيوت شعر قالها وين نروح قالت له في أطراف القرية نصب الخيم ومالتنا أو نسكن بيها قالها تمام وفعلا أطراف القرية نصبوا الخيم ومالتهم هذا كان الفجر نصبوا خيمتهم وسكنوا بيها أهل القرية أصبح الصبح وكلهم أو أغلبهم يأخذون أغنامهم وحلالهم ويطلعون يرعون بيهم فشافوا هذه أكو خيمة جديدة ما شايفينها هذه وأهل الخيمة فقط يعني رجل وزوجته يفوتون يتعمدون يفوتون من يم الخيمة يسلمون عليهم سلام عليكم يردلهم عليكم السلام بس هم يردون يعرفونهم شافوهم هذول ناس غرباء ما يعرفونهم هذا اليوم زوجته قالت لي يا فلان احنا ما عدنا بعد أكل متاع ما عدنا فقط هذا اللي هسه رح نتناوله بطعام الغداء قالها يعني شنسوي شلون قالت لي تروح للقرية بكرة تروح للقرية تدخل داخل القرية وتسأل على مضيف الشيخ وتروح لمضيف الشيخ بس انت تتقبل النصيحة من عندي وتاخذ الكلام من عندي قالها ايه والله اخذ النصيحة منك واخذ وانت ما ترديني الشر اكيد ترديني الخير فليش لا قالت لي اذا مثل ما اقول لك واحفظ مثل ما اقول لك انت اعمل قالها تمام قالت لي بكرة تروح في وقت الظهر قبل الظهر تدخل الى داخل القرية وتسأل على مضيف الشيخ راح يدلوك عليه تدخل الى مضيف الشيخ ومن تدخل راح تشوف ناس كثيرة جالسة انت سلم عليهم بدون مصافحة باليد قالها نعم قالت لي تبقى تمشي بالمضيف الى ان توصل مكان الشيخ تجلس قريب على الشيخ تخلي بينك وبين الشيخ رجل واحد مكان رجل واحد او رجل قالها تمام قالت لي راح يجيب لك القهوة اشرب فنجان واحد وهز الفنجان يعني معنات اكتفيت ومن بعدها فترة بسيطة اطلب مي منعدهم راح يجيب لك المي بطاسة انت خلي عينك بطاسة باوع بالمي واسكي بالمي على فراش المضيف قال انا شون اعمل هي العمال كل والله يذبحوني يقتلوني قالت لي اذا اقتلوك انا اكتل نفسي وراك لا تخاف قالها تمام فعلا باليوم الثاني راح قبل الظهر يعني وقت الظهر راح الى القرية دخل القرية فشاف اطفال يلعبون صاح على واحد من الاطفال قال تعال تعال اجع عليه قال تشسمك قال محمد قال محمد وين مضيف الشيخ قال ذاك مضيف الشيخ هو الشيخ عمي يصير قال ماش خوش راح الى المضيف شاف المضيف بي ناس كثيرة جالسة رجال هواية ومضيف عامر دخل على المضيف الرجال من عادتهم وطبيعتهم من يدخل واحد للمضيف الكل تنهض تستقبله ومن يسلم يصافحهم واحد واحد الى الاخير وبعدين يجلس هذا دخل للمضيف سلام عليكم عليكم السلام طبعا كلهم نهضوا لكن ما صافح ولا واحد بهم دخل يمشي قبل الى ان وصل قريب على الشيخ او جلس خلى مكان شخص واحد او خلى شخص واحد بينه وبين الشيخ المضيف كله ظلت يتباوع عليه هذا تصرف غريب معقول يعني هذا ما يعرف الاصول المهم جلس الشيخ طبعا يباوع له صح القهو شي قال يا فلان قهوة للضيف جاب القهوة للضيف صب للقهوة شرب فنجان واحد او هز الفنجان يعني اكتفيت ما اريد بعد اخذ الفنجان وراح هذا القهوة شي لكن ايضا من عادتهم وتقاليدهم دائما اللي يشرب القهوة يشرب فنجان او ثلاثة لكن ما وارد عندهم يشرب فنجان واحد ليش ما عجبة القهوة ما يحترم مظيفنا ما يحترم قهوتنا كلهم ظلوا في نفسهم يتسائلون وينظرون لهذا طبعا والشيخ ينظر بعد فترة وسيطة صح عليهم هذا الرجل قالهم ياهل المظيف اريد مي عشان قالوا لعيبشر نهض واحد من الجالسين وراح جاب التونج التونج اللي ما يعرفه هي آنية من الفخار يخلون بيها المي هذي صف المي وتبرد فجاب لها تونج مالة المي او جاب لها طاسة المي صب لها طاسة المي وانطاه ايا فضل قال اشكرك زاد فضلك باوع بالطاسة ضلي باوع بالمي ولزم الطاسة او شفاها يعني سكة بالمي بالمضيف كلهم هنا صدموا شنو هو التصرف هذا هذا مخبر عاقل شنو تصرف هذا ما يفتهمونه من بعدها الفترة بسيطة نهض من مكان قالهم انا اترخص ارخصوني وطلع كلهم يباعون علي تصرف غريب هذا هل هو شنو قصد تحدي لهم ما يحترمهم ورا ما طلع الشيخ قالهم اقعدوا لا حد يطلع ورا ولا حد يسأل اي سؤال وهس انا رح احشي لكم ورا ما طلع الشيخ قالهم اكيد انتوا استغربتوا من تصرف ولكن هذا الرجل بتصرف انطاني مفاتيح ورموز انتوا ما افتهمتوها قالوا للشيخ هذا اول ما سلم ما صافح ولا واحد قالهم ما صافح اي واحد ذا ينطيني رمز انه يقول لي اني غريب وما اعرف احد بهم او بقريتكم قالوا له بعدين هذا جلس قريب عليك او خلي مسافة رجل واحد خلي رجل واحد بينا وبينك هذا جاوز علينا كليتنا قالوا لا هذا ما جاوز عليكم هذا داي يقول لي اني جيرانك وما بيني وبينك بس الطوف او الحايط واني بحمايتك قالوا له زين شرف فنجان قهوة واحد واكتفة هزي الفنجان قالهم يعني معناتها داي يقول لي اني ما داخل عليكم على طمع واني قنوع قالوا طيب المي سكبة قالهم هذي هذي اقوى وحدة بيهن انتو ما فهمتوها هذا من نظر للمي وسكب المي رش المي يعني داي يقول لي اني رشية مي وجهي بديوان كم بمظيف كم لا اضطردوني من مظيف كم لا اضطردوني من قريتكم هنا ظلوا هذول القاعدين واحد يباو عبوش هلاخ هذا كل هاي اللي صار هم وما فهم قالهم طيب قالوا ليش يخ طيب شيخ وشنو العمل احنا اللي نسوي قالهم باشر اني ان شاء الله اخذ مجموعة وياي اختارهم ونمشي له الروح له فعلا باليوم الثاني الصباح الشيخ اخذ مجموعة اختارهم هو وراحوا الى خيمة هذا الرجل طبعا هو بعد ما طلع بدأوا يرسلوا له بعض الطعام بعض الشراب من هالامور هذي فاجي علي الشيخ هو المجموعة اللي وياه سلام عليكم عليكم السلام اهلا الشيخ تفضل قال لا تفضل هس بالحال هاي الخيمة ما لتك تفليش وذاك البيت تشوف قال ايه نعم شيخ قال هذا البيت لي هذا البيت صار اليك انت تروح تسكن بي ويوصلك كل مستلزمات العيش بهذا البيت خايف يذبحوني هذا طاني بيت وطاني قاع واني بحمايت طبعا الشيخ قال تسكن بهذا البيت وانت بحمايتي واذي رشك بمي ارش بدم قال انت سويت قال انا اعرف يعني شون اصرف وعرفت يعني اش رح يصير من بعد هذا وفعلا مباشرة بدأوا اهل القرية يعاونوهم فلش الخيمة مالت وراح سكن بهذا البيت اللي طاه يا الشيخ ودلوا على الارض اللي طاه يا الشيخ ومن بعد بدأ يشتغل بهذه الارض يكرمها ويحرفها ويزرعها وعاش بيها وعاش عيشة جدا سعيدة عاش في حماية الشيخ هذا واصبح فالانسان ذو كلمة مسموعة وكلمة ما تنزل يعني للقاع والكل الجلة وتحترم لهذا الرجل وسبحان الله الله وفقه ورزقه هذه الارض اللي اخذها تبعتها بعدين اراضي صارت عندي وصار عنده حلال وعاش عيش سعيدة هذا كل اللي صار بفضل الله وفضل نصيحة زوجته الى كثير من الرجال احنا نسمع يقولون شروه وخالفوه لانه النساء قليلات عقل ودين وهذا الكلام مخطوء هذا الكلام تم تفسيره لبعض الناس فسروه بالتفسير الخاطئ النساء هن اللي يرفع عن ازواجهم وهن اللي وصلون ازواجهم الى العلا واكو بعض النساء نعم اكو بعض النساء اتنزل الى اسفل السافلين لكن هذا الرجل زوجته بحنكته وبذكاه رفعت زوجه الى مراتب عليا هاي نهاية القصة واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته